لأنه قال فيها كلام والله يعني أنا ما أتفق مع الطرح أو بعض المصطلعات هذا هي يقول لك والله يا طارق النوفل لو تعرض الشباب لما تعرض النصر في مباراة الأمس أنا أتحفظ على كلمة جلس تصيح وتقول جيبوا حكام نخبار رأينا ضربة جزاء للنصر لم تحتسب وهدف الطائف الثاني تسأل الواضح وشكرا لكم ماذا ترد عليه شوف أحيانا أن نادي الشباب يصدر بيانات ما هي بالركاكة هذه أو ما هو بالضعف هذا يحيانا فيها تحدث عن تحكيم التحكيم أو تصريحات تأكد يرجع ويشوف شو نقول خاصة تحدث عنه آخر سنة ثلاثة أبدا لا نقول ما هي طريقة صحيحة أبدا أبدا لا تجعل التحكيم دائما دائما هو الشماعة اللي قاعد أشوف الآن أنه في النصر تحديدا قضية التحكيم ولكن الحديث عن التحكيم إذا بغير أي واحد يقول عطني أكثر نادي يتكلم عن التحكيم عطني أكثر واحد ينتقد التحكيم عطني أكثر نادي يجعل من التحكيم شماعة لو جعلناه تصويت لو جعلناه تصويت أنا بيقول تأكيد أنا بيقول تأكيد أقول لك أضمن مليون في المئة أنه حيكون النصر خاصة في الفترة الأخيرة فلذلك لما تحدثنا بصراحة لا يزعلون والله ما أتكلم منه بكل صراحة وهذا الشيء أنا شايفة ولا أعرف من كثير منهم من اللي يزعلين من كلامي في داخلهم قال نعم صحيح بس ما نبغاه يطلع نبغى نقول تحكيم والميزة الميزة كلنا كلنا الثلاثة تسمح لي أبو محمد كلنا الثلاثة عملنا واستمرنا مدراء مركز إعلامي في الأندية أبو محمد كان في نادي الشباب أبو أسير كفوا كفوا ومنك تعلم أنت يا أستاذي لا بالعبس منك تعلم أبو عبد عزيز للأمانة أنا عجبني كلام صحيح كلام أبو أسير وكلامك ما في قصور منك أنه مسألة أنه الاختيارة كيف تبدأ تتسوي بيان رسمي للنادي هذه ترى شيئا مهمة جدا لازم تفندها واحدة واحدة قبل ما تخرج للناس فعشان كده أنا أقول شوف مهم جدا أنك أنت لما تجي تختار مدير مركز إعلامي مع كاما احترام تقدير للشخص الكريم مدير مركز إعلامي أنا والله بصراحة ممكن ما أعرفه لكن ما هو تنقيس منه ولكن أنا كده شخصيا أرى أنه المركز الإعلامي يحتاج إلى أول واحد أنه يكون فيه يكون عنده أول مهنة مهنة الصحافة والصحافة هي التي تبدأ تقدم الإعلامي بشكل متميز لأن الصحافة أنا أفتكر يعني كان عندنا رئيس سحرير الدكتور هاشم عبدالهاشم كان رجل حقيقة يعلمك كل شيء حتى الصغير وكبير يعني يعلمك كل شيء يخليك تتعلم غصب طيح أنتوا فنتوا فيما يخص البيان من صيغة الإعلامية عمر عبدالعزيز يقول بيان النصر أختصر الكلام العدالة مطلب فقط وحكام قدم مسؤولية أنتم ذهبتوا لجانب آخر أنا أتكلم عن هذا البيان كلام مبعبدالعزيز كلام صحيح وبعض من الأشياء اللي كنت أتكلم عنها أول شيء لغة البيانات في النصر الأخيرة الأخيرة ما هي لغة ثقيلة ما هي لغة تحس أن اللغة مليانة ما تحس فيها الحجة قوية تحس أن فيه شيء غريب يصير الصياغة حينما تعرف هل له هذه صياغة صحفية ولا صياغة نادي بالأمس القريب فيه بيان طالع يقول لك ذكر مصدر مسؤول في ناد النصر الله هذه تكتب في الصحف ما تكتب في بيان أنت المصدر أنت النصر أنت بيانك و أنت مركزك الإعلامي كيف مصدر مسؤول كانت كارثة تخرج من مركز الإعلامي يعني أنا أتكلمك الآن عن الآن نحن نتكلم عن أشياء إعلامية شوفوا مع أن الموضوع النصر فني بحث و إداري نحن نتكلم عن أشياء إعلامية و كلها لقطة موجودة فما بالك في الأشياء اللي قاعدة تصير في النصر لما ننتقد النصر ننتقده حبا حبا لكيان كبير له جمهور عريض يستحق أن يفرح يستحق أنه كل ما بذل ما بذل في هذا النادي من أموال من رجال اجتهدوا على أنه يكون يكون ضمن الكبار على أنه يحقق البطولات ولكن العمل مختلف أو بطريقة عكسية عن النتيجة النتيجة ما في شيء حتى الآن لابد أن تكون صادق مع مدرجك النصر أنا هذا اللي يقصده لابد أن تكون واضح مثل ما ذكر أخوي ماجد مفترض أن يذكر في البيان يقول نعتذر لجمهورنا عن النتائج السلبية لو بدأ كذا أنا أقول لك هذا البيان ذكي بدأ قفل الباب لا هو بدأ خال التحكيم والتحكيم طيب تعال إيش الأخطاني عندك عندك أخطاء كبيرة متراكمة ما حلت طيب واضح هذا يا بعد ونت تقول نعتذر ذكرت أيضا تغريدات رئيس نادي الأهلي ماجد النفاعي عندما قلنا نعتذر ونطمح ونطمح لكن فنت بعد الظروف الأخرى التي تواجه الأهلي وكانت سبب في تراجعه في انطلاقة الدورية علي يقول على هاشتاق البرنامج اتفق مع طارق النوفل أن هناك تخبطات إدارية في النصر في ظل وجود مسلي وهذا شيء واضح لكن هناك اخطاء تحكيمية ارتكب الحكم في لقاء الأمس وما تكلم عنها ركن الجزاء لم تحتسب للنصر وهدف الطائي الثاني كان تسلل وأيضا نسمع رأي الجمهور وأراءهم ترجمة نانسي قنقر